توصل مصر التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف الكفيلة بضمان حرية الملحة في البحر الأحمر ويتيسير نفاذ السفن إلى قناة السويس يأتي هذا بينما تتعاضم التداعيات السلبية لعمليات قوات الحوثي على سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم مع تعاضم التداعيات السلبية لعمليات وتهديدات قوات الحوثي على سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم تم تصطيف البحر الأحمر وباب المندب مناطق عالية المخاطر الأمر الذي اضطر الشركات العالمية الكبرى للشحن والحاويات إلى تبني خيارات بديلة سبع من أضخم عشر شركات شحن من بينها MSC السويسرية وميرسيكل دينماركية وCMA CGM الفرنسية أعلنت تقليص حصتها في سوق الشحن بالبحر الأحمر وتحويل بعض سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بناء على ذلك ارتفعت أقصات التأمين ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر بما يفاقم تكليف الرحلة عبر قناة السويس بعشرات الألاف من الدولارات وهو ما أرغم الشركات الكبرى للبحث عن بدائل بغية الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد العالمية في هذا الإطار تواصل مصر التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف الكفيلة بضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر وتيسير نفاذ السفن إلى قناة السويس وبمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة سيكون بمقدور قناة السويس التعافي بأسرع وقت سواء لكثافة مرور السفن أو ما يتصل بحكم الإرادات وذلك في ظل ارتفاع رسوم الشحن والمرور علاوة على التنامي المتواصل في حركة التجارة العالمية وحتى نهاية نوفمبر الماضي لم تتأثر حركة مرور السفن عبر القناة بتصاعد التوترات في مديق باب المندب وإنما زادت أعدادها بنسبة 17.6% لتبلغ 26 ألف سفينة من الاتجاهين مقابل 271 سفينة خلال الشهر ذاته من العام الماضي كما نمت عائدات القناة بنسبة 23.10% وتعاظمت إرادتها الكلية بنسبة 34.7% في العام المالي المنتهي في الثلاثين من يونيو عام 2023 إلى 9 مليارات واربعمائة مليون دولار مقابل 7 مليارات دولار في العام المالي السابق إذن هي أزمة عابرة بمجرد أن تنتهي سيعود حتما بريق قناة السويس من جديد خاصة في ظل مشروعات التوسعة والتطوير التي قامت وتقوم بها الدولة المصرية خاصة وأنها استحوذت على ما يعادل 10% من تجارة النفط العالميا منقولة بحرا خلال عام 2023 كما شهدت مرورة 8% من شحنات الغاز الطبعي المسال عالميا بحسب بيانات وقلية